بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عشاء المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم جميعا مرحبا بكم ورحمة الله معنا اضروا لي من شاء الله على حميد العنكري الجنيرال القوي او الصقر والصقور اللي كان قليل الكلام وايضا قليل الصور وقليل الحضور في المشهد الاعلامي فحميد العنكري هو التول سنة 1938 بمدينة مكنس بالضبط في واحد الحياتي تسمى بن محمد هو واحد الحي شعبي تنتمي الوصلاة متوسطة سيبدأ السلام العسكري والخدمة العسكرية من الدرجات من البداية يطلق معدريس ابن عمار الجنيرال القوي في الجيش الجنيرال اللي كان معروف واي واحد يسمع له كلمة رياله الجنيرال بحكم انه توم من ابناء المنطقة يعني من واحد من الناس سيساعده في الترقي ويصفته الوحدة في فرماسيو في المدرسة دي الأهر ممو بعد ذلك هادي يلتحق بالأكاديمية الملكية الاسكالية بمكنس اللي كانت تسمى أنادك الضار البيضاء هادي يحصل على درجة سليطنو من البعد سنة 1962 ها يلتحق بأسلك الضارك الملاكي هادي بقى يلتقي في الدرجة وفي الرتاب هادي يبان في الردع دي الأهر الانقلابيين وكان هذا كان هو القائد الإقليمي الدارك الملاكي بمدينة قنيطرا هادي يحضر هادي يحضر الاعدام ديال الطيارين ديال كويراو أمقران في السيجن المركزي قنيطرا إلى جانب حسني بن سليمان هادي يحضر هادي يحضر هادي يمشد وغادي يبقى تستمر في الترقي عين سنة 1977 هادي يحصل لدرجة كولونيل من بعد ذلك هادي يقود واحدة ووحدة لتدخل خارج أراضي المغالي بالضبط في الزير تعرفوا ان موبوتو سي 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 كو الامبراطور ديال الزير تسمى الان الكونغو الديموقراطية كانت يتعرض للمجموعة ديال المحاولات الانقلابية ودك لكونفي اللي كان عندهم هنا بحكم الصداقة دياله ودكورب دياله من الملك حسن الثاني الضرر تعرفوا انه احتى من البعد لكونفي اللي وقع له في 1997 مع لورون ديزيري كابيلا فهو التاجئ للمغرب ومات في القصر دياله وفي المغرب يعني العلاقة قديمة الجيش الملكي وايضا واحدة الدرك الملكي قديره تدخل خارج ارض الوطن باش يدعموه ويتبتوف الاستقرار في الحكم دياله هذي كانت اول مهمة خارجية الحميدو العنيقري اللي غادي ينجح واحد النجاح باهر بعد ذلك الصمر الاحداث وهي تكون واحد الاحداث موازية هي ان الملكة والامارات العربية المتحدة كانت حديث الانشاء وكانت المغرب الملك الثاني بزراسها كدولة ومجموعة ديال الوطائق لانك ناقي صراح داخلات طويلة ساعدة في الامم المتحدة عبر السافر الدائر المغرب في الامم المتحدة بعد ذلك والتي الامارات تتعرض لمجموعة المناوشات منها خصوصا كتإعراس الطمع فيها فانا لديك الحسن التالي هو اعرض على الانهيان قال له دابالا خصك تير تنتقى الدولة بمؤسسات ووزارة الداخلية ووزارة الداخلية وستخبارات إلى غير ذلك الحوايج اللي ستبنى لهم الدولة قال له ايا توا وذلك ساعة طلب المساعدة من حسن التاني حسن التاني بقى تشوف شكون الصوعة تفكر القى الصقر ولا السيد اللي سيقضي المهمة هو حميدو العنيقري حميدو العنيقري 1979 سيلتحق بالامارات العربية المتحدة سيقسم هنا سيعاونهم لبنى واحدة أجهزة قوية ابتداء من تأسيس الشرطة ووزارة الداخلية والاستخبارات سيبنى منظومة أمنية على أساس واسس حديثة خصوصا أن الإمكانية المادية موجودة تيقى موجودة والأفكار توجدت يعني تمكنه لبنى واحدة البنية أمنية حتى الساعة ما زال تتعطي الأوكل ديالها في الإمارات يعني هذا هو لا بغض على ما خدمه وتعود دابا الآن الإمارات العربية المتحدة هي حقيقة قوى الأجهزة أمنية مثلا تلك مجموعة لزال الجرائم توقعوا في الإمارات دقيقة تتقبط الإنسان مثلا كانت واحدة العصاب المعروفة ديال الفهود تدير واحدة تدير السطو مسلح بطريقة مباشرة لا تخافوش ماشي تيحصوا ما يتكاموا في الأول تدير هجوم دير فدرهم جموعة للهجوم ودرهم في النس في لندن ودرهم في باري كانوا لم يتعرفوش ولكن في تقريبا 2007-2008 دروا واحد الهجوم في دبي وفي البراسة تقبط بحكم تقريبا الهجوم تقريبا تعرفوا عليهم وإضافة مثلا الجاري جرائم توقعوا مثلا سوزان تميم ولا في حين دروا تطيح المجرم هذا يكون الفضل ترجع للتأسيس والبنية تحتها دلالهم حميد العنيقري حميد العنيقري كما قلنا في 1989 سيكون هنا عمل في الإمارة من 10 سنوات وهذه يرجع للمغرب هنا يرجع بمجموحة المعلومات ونوار الإمارة يعني كما تقول هو الذي يربهم يعني يجمعهم معلومات تامينة لطبيعة الحال حطها في ايدي المهم بالدول المغربية بصفة عامة هنا حميد العنيقري سيستمر في العمل له لغاية سنة 1860 سيقول هو المدير العام ل ديستي يعني مديرية العامة لمراقبة التفراب الوطني سيستمر ويزيد البروز ويزيد الشر في القيطة الأحداث 2003 16 مايو أنه تصريح الذي أعطر له في غارو ويدخل في الميدان ويقل حرب العمل الإرهابية ويستمر النجم من جديد سيستمر في العمل ويلتحق بأسلاك الأم الوطني سيكون نتيجة مع ما بينجوج المهام ويستخبارات وأيضا الأمن الوطني أمن الوطني سيجيب الجديد الجديد الذي سيجيب الأمن الوطني هو المجموعة الحضارية للأمن ويستمر المجموعة الحضارية لتعرف أنه أول مرة نرى الشرطة المغربية ويستمر كات كات التي كانت تبدل ويستمر سيارة ويستمر أضواء الأمريكية ويستمر بالإضافة لأنه أصدق أحاديث ويستمر الساعة ويستمر طيوطة التي أخذت أحسن كات كات يعني الثاني ماتاري الذي اختاره لها كان هو مجموعة الأمن التي كانت معروفة بكرواتيا يعني قدرت واحدة دجاجة في المغرب وبالفعل كانت قدرت الأمن في مجموعة المناطق التي كانت تعرف واحدة من الفيلات الأمن يعني إجابة جديدة تطوره ولكن سيأتي واحدة ضربة هي الوقيسة الإزو المدير العام والمدير الأمن والملكية التي يتورط في التجارة المختارات أنا كان علي لابد أن يغادر هذا الجهاز الامر الوطني بعد ذلك يتمتعين كمفتيش لقوة المساعدة سيستمر في العمل وبالفعل يعود يطور الجهاز وسيأتي بالجديد ويجبن بجموعة الامتيازات ويدخل ألية جديدة كبعدة السيارة المصفحة وحاول يعمل يخدم في الزي يعني فيما مشا تدير البصمة يستمر في العمل إلى آخر 2011 سيتعرض إلى واحدة حاجة تسير هنا سيبقى يتورا على الأنظار وإذا هو القصة الحاميدة العنقري باختصار تعتبر مصطقور 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 دي الجيش كما كانت تصفو لوفيقارو أن الصقور لا تتحدث أكثر مما تعمل وتبقى أبرز الأعمال دياله وأبرز المصار اللي عنده هو في المجال للإستعلامات خصوصا الخبرة اللي راكمها براء والأصرار اللي جاب يعني فتعرفوا أن منطقة الخليفة مجموعة ديال الأصرار اللي عرفه هو فش يجيب لك الأصرار تجيب لك المعلومة المعلومة عندها قوة قوة المعلومة جدا مهمة الحد الآن تصلت هو تقريبا سين دياله في 80 سنة أو لا 81 سنة شبه متقاعد طورا على الأنظار إلا كانت عنده واحدة الصورة في واحدة المعريض ديال فون تشكيليا بعد دفع رأى قلس ما أكنتشي خبار عليه وتمنى لكم التوفيق وشكرا على المشاهدة والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة